اشتركوا في القناة اعلان اتحاد النقابات الفنية برئاسة المقرج عمر عبد العزيز فتح باب الترشح إلى المنصب لتقديم أوراقه وقال كمان أن فيه جلسات جمعته بعدد من زملاء الموسيقيين اللي أعلنوا دعمه في تلك الانتخابات مصطفى كامل في تصريح السابق لليوم السابع وصف وضع نقابة الموسيقيين بالمؤسف وصرح مصطفى كامل بأن مطالبة زملائي له بالترشح شرف وده اللي خلاه يفكر في الأمر بجدية وأنه ما كانش بيفكر في العمل العام لولا مطالبات زملائيه وعن موقفه من مطربي المهرجانات كشف مصطفى كامل أنه سيتم بحث وضعهم مع خبراء الموسيقى والمختصين وقال الأهم شكل بلدي ووطني أمام العالم وكل ده حيتعمل في هذا الإطار وخبر تاني اللي معانا عن أجدد أرسان في الوسط الفني وهما الفنانة جهان خليل والمؤلف إسلام خافز اللي أعلن الخبر الخطوبة على فيسبوك بصورة تجمعه بجهان خليل وكتب أطيب مرأة عيني بنبرك الإسلام خافز وجهان خليل ألف مليون مبروك وعبال إتمان الزواج ومؤخرا تعقرت الفنانة جهان خليل على المشاركة في بطولة مسلسل ديفيلي للفنانة وفاء عامر والمكون من عشر حلقات وتجسد جهان خلال أحداث العمل شخصية موديل معروفة وتعمل في الأزياء وأخيرا تتلقى أسرة المخرج الراحل علي عبدالخالق العزاء غداً لثنين بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين المخرج الكبير رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي بعد الصراع مع المرض وشارك في تشيع جثمانه من المسجد السيدة نفيسة الدكتورة نيفين الكلاني وزيرة الثقافة المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة نهال عمبر والمخرج خالد جلال رئيس قطع شؤون الانتاج الثقافي والمخرج علي عبدالخالق ترك ألفاً كبيرة من العمال السنائية الخالدة محفورة في وجداننا أبرزها البيضة والحجر وعتبت الستات وجل المحوش وبئر الخيانة وأعدام ميت والعار والكيف وغيرها من الأعمال الفنية رحم الله المخرج الكبير علي عبدالخالق وبكده تكون انتهت نشرتنا الفنية اليوم الأحد قدمها لكم باسم فؤاد تابعونا وأخبار فنية جديدة على تلفزيون اليوم السابع وإلى اللقاء